أكبر المدارع الصحيح والمدارع لا صوت يعلو فوق صوت التعليم هذا هو حال مدرسة الشهيدين الواقعة في منطقة موريس التي احتضنت أغلب الطلاب القادمين من القرى التي تعرضت للقصف والتي أغلقت مدارسها بسبب الحرب وقد استقبلنا في الأيام الماضية عدد من الطلاب النازحين المديري تدامت وكذلك من المدارس المجاورة لهذه المدرسة حيث أن مدرسة الشهيدين هي المدرسة المحورية مسافات طويلة وطرق جبلية يقطعها هؤلاء الطلاب حتى يصلوا إلى هذه المدرسة التي أصبحت الصرحة العلمية الآمن لهم وبالرغم أن هذه المدرسة تعاني من افتقار للكثير من الخدمات والإمكانيات التي توحي بحجم المأساة التي تتكبدها مع كثافة طلابية كبيرة إلا أنها صامدة مؤدية رسالتها العلمية على أكمل وجه نحن نعاني من مشاكل يعني بعد المسافة المدرسة حقنا تعرضها للقذايف ورغم كل هذه الظروف إلا أن إدارة المدرسة تبذل كل ما بوسعها للارتقاء بالعملية التعليمية وتعمل جاهدة على انتشال أبنائها الطلاب من أوحال الجهل وتسعى إلى رفع روح التعليم لديهم فقد أقامت حفلا تكريميا للطلاب المتفوقين بهدف خلق أجواء تعليمية بعيدة عن أصوات المدافع والبندقية التي ما زالوا ينامون على أصواتها حتى هذه اللحظات هناك بعض المدارس كانت توقفت عن العمل نتيجة المشاكل هذه وهنا مدارس من ضمنها مدرسة الشهدين قراوة استقبلت بعض الطلاب النازحين من المناطق التي توجد فيها المشاكل وبفضل تضافر جهود جميع المدرسين وإدارة المدرسة وبفضل تضافر وتكاتف وتعاون وتلاحم جميع أهالي هذه المنطقة استطعنا أن نتعدى هذه العراقيل وهذه المعويقات واستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا أن نقدم كل ما بوسعنا من أجل خدمة أبنائنا الطلاب فصول دراسية قديمة وإمكانيات محدودة إلا أنها واصلت مسيرتها التعليمية في الوقت الذي أغلقت أغلب المدارس أبوابها بسبب الحرب محمد المريسي قناة بلقيس الظالع